انتهاء الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس افريقيا كوتيفور 2024 المجموعة اللي قالوا عليها قبل بداية البطولة تعتبر مجموعة الموت وتعتبر من اقوى المجموعات في كأس افريقيا المجموعة رقم 5 السلام عليكم ورحمة الله انتهت منذ قليل المباراة جنوب افريقيا وناميبيا وجنوب افريقيا تمطر الشباك المنتخب الناميبي بنتيجة سقيلة المجموعة الخامسة اللي بتضم تونس ومالي وجنوب افريقيا وناميبيا لعبنا في الجولة الاولى مبارتين ناميبيا عملت المفاجأة وفازت فوس تاريخي على منتخب تونس نصور كرتاج واحد مقابل لشيء من هدف يعني كان مفاجأة بصراحة وكانت مفاجأة لنا جميعا ان منتخب تونس يخسر من منتخب ناميبيا في نفس الجولة بعد اداء شوت جيد جدا من منتخب جنوب افريقيا وضيع ضرب الجزاء من بان سيتاو لاعب النادي الاهلي يعود نصور مالي منتخب مالي في الشوت التاني ويفوز منتخب مالي في الجولة الاولى على منتخب جنوب افريقيا اتنين مقابل لشيء ويعلن نفسه منتخب مالي من اقوى منتخبات هذه المجموعة رحنا للجولة التانية وبدأناها بالامس بمباراة تونس ومالي وكانت مباراة قوية جدا جدا شفنا قد ايه الشوت الاول كان المنتخب التونسي افضل ولكن في الشوت التاني يعني ما درش المنتخب التونسي يقاوم المنتخب المالي وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي واحد مقابل واحد المباراة التانية في الجولة التانية انتهت منذ قليل وقت تسجيل هذا الفيديو كانت النتيجة أربعة مقابل لشيء لصالح منتخب جنوب أفريقيا على حساب منتخب ناميبيا منتخب جنوب أفريقيا ما خلاش أي فرصة للمفاجآت أو منتخب ناميبيا يعمل نتيجة مفاجأة جنوب أفريقيا أجهزت على منتخب ناميبيا وفازت عليها بنتيجة سقيلة ليصبح ترتيب المجموعة رقم خمسة بعد نهاية مباريات الجولة التانية مالي في الصدارة أربع نقاط جنوب أفريقيا في المركز الثاني تلت نقاط ناميبيا في المركز الثالث تلت نقاط تونس في المركز الرابع نقطة واحدة ده بالنسبة لترتيب المجموعة عندنا جولة تلتة وأخيرة مهمة جدا وحاسمة ومسيرة إن شاء الله يوم الأربعاء 24 يناير 2024 24-1-2024 مباراة جنوب أفريقيا ضد تونس الساعة الستة مساء بتوقيت تونس على ملعب كوروهوغو بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي والمباراة التانية في نفس التوقيت ما بين ناميبيا ومالي على ملعب لوران بوكو بنفس التوقيت الساعة الستة إن شاء الله تعليق المعلق الليبي محمد بركات ده بالنسبة للجولة التالتة تونس أمامها فرصة زهبية إنها تفوز على منتخب جنوب أفريقيا منتخب تونس نصور كرتاج يفوز على جنوب أفريقيا يصبح رصيده أربع نقاط ويتوقف منتخب البافانا إلى سلاس نقاط وبالتالي مالي إذا فازت على ناميبيا هتبقى سبعة وتونس بالنسبة لنا هتبقى أربعة وجنوب أفريقيا تتوقف عند سلاس نقاط ويتأهل المتخب التونسي في المركز الثاني طيب لو المتخب التونسي تعادل هيكون في صعوبة وخلاص يغادر البطولة طيب المتخب المالي لو خسر بالمتخب ناميبيا مع إني أستبعد ذلك أعتقد أيضا المتخب المالي هيكون في المركز الأول على حساب لا بتأسف منتخب ناميبيا هياخد صدارة المجموعة لأنه عنده ثلاث نقاط وياخد ثلاثة من مالي يبقى ست نقاط ولكن التوقعات رايحة إن مالي تفوز على ناميبيا ومالي تصبح سبع نقاط المشكلة كلها في مباراة تونس وجنوب أفريقيا نتمنى أن المنتخب تونس يفوز على جنوب أفريقيا ويقتنس المركز الثاني في المجموعة الخامسة ويتأهل في المركز الثاني منتخب تونس أنت أقول لتوقعاتك في التعليقات لهذه الجولة السالسة والأخيرة المهمة جدا في مباريات كأس أمم أفريقيا لا تنسى لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته